المترجم للقناة 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 و الملكة تعالي على الهوارب في الفرد أن يلخل الاتفال لنارهم أن يطلقون أيضا. رحبًا نبال يأتي العمل . أطلع المترجمات الثالثة التي أشهد فيما discussing سطلع النقاط. المترجم للقناة 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 المترجم لك المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اللهم انزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم جعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النار اللهم افسع لها في قبرها مد بصرها وفرش قبرها من فرش قبرها من فرش الجنة اللهم انزلها من عذاب القبر وجفاف العرل عن جنبيها اللهم املي قبرها من صدرها من فرش النار انزلها من فرشه الدينة اللهم املي قبرها بالرضو والنور والفسحة والسرور وما هي لاقيه اللهم إنها كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأن تألم منها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نتوصل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها وأن تثبتها عند السؤال وأن تثبتها عند السؤال وأن تثبتها عند السؤال اللهم إنها نزل بك وأنت خير من ظلم به فأصبعت فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها اللهم إنها برحمتك ورضاك وقها فتنة القبر وعذابها وعاتها برحمتك الأمن من عذابك حتى تغاثها إلى جنتك يا رحم الراحمين اللهم القها من مواتن الدود وضيط اللحود إلى جناتك الخلود اللهم ارحمها تحت الأرض واسترها يوم الأرض ولا تغزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم يمن كتابها ويسر حسابها ويسر حسابها وتقل بالحسنات ميزانها وتبت على الصراط أقدامها واستنها في آل الجنان بجوار نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أمنها من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسها آمنة متمئنة ولقنها حجتها يا رحم الراحمين اللهم لقنها حجتها يا رحم الراحمين اللهم لقنها حجتها يا رب العالمين اللهم اجعلها في بطن القبر متمئنة وعند قيام الأشهاد آمنة وبجود رغوانك واثقة وإلى أعلى درجاتك السابقة اللهم اجعل اليمينها نورا حتى تبعثه آمنا متمئنا في نور من نورك اللهم انظر إليها نظرة الرضا فإن من تنظر إليها نظرة الرضا لا تعذبها أبدا اللهم اسكنها فسيح الجنان واغفر لها يا رحمن وارحمها يا رحيم وتجاوز عما تعلم يا عليم اللهم عط عنها فإنك القائل ويعط عن كثير اللهم إنها جاءت ببابك وأناخ بجانبك فجد عليها بعفوك وإكرامك وجود إحسانك اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فارحمها رحمة تطمئن بها نفسها وتقر بها عينها اللهم احسرها مع المتقين إلى الرحمن وفدا اللهم احسرها مع أصحاب اليمين واجعل تحيتها سلام لك من أصحاب اليمين اللهم بشرها بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلقتم في الأيام الخالية اللهم بشرها بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلقتم في الأيام الخالية اللهم بشرها بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلقتم في الأيام الخالية اللهم اجعلها من الذين ساعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض اللهم لا نزكيها عليك ولكننا نحسبها أنها آمن وعملت صالحة فاجعل لها جنتين ذواتي أفنان لحق قولك ولمن خاف مقام ربه جنتان اللهم شفع فيها نبينا ومشطفانا محمد صلى الله عليه وسلم واحشرها تحت لوائها واستها من يده شربة شريفة غنيئة لا يضمع بعدها أبدا اللهم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع فامنعها درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب فإنك القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اللهم إنها كانت فصل لك فتبتها على الصراط يوم تزول الأقدام اللهم إنها كانت صائمة لك فادخلها الجنة من باب الريان اللهم إنها كانت لكتابك تالية وسامعة فتبتع فيها القرآن وارحمها من النيران وارحمها من النيران وارحمها من النيران واجعلها يا رحمن يرتقي في الجنة إلى آخر آية قرأها أو سمعها وآخر حرفا فلاها اللهم ارزقها في كل حرف في القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارحمها فإنها كانت مسلمة واغفر لها فإنها كانت مؤمنا وادخلها الجنة فإنها كانت بي نبيك مصدقا وانزامعها بأنه كانت لكتابك مبثلا يا رحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرقا منا الجبين وكثر الأمين والحمين اللهم ارحمنا إذا يأس منا الطبيب وبك علينا الحبيب وتقلى عنا القريب والغريب وارتعي النسطين والنجاة اللهم ارحمنا إذا سجت الحربات وتولت الحسرات وأتبقت الروآت وفاضت العبرات وكشفت العورات وتعطلت القوة والقدرات يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا حملنا على العناقة وبلغت التراقة وقيل من راقة وظل أنه تراقة والتفت الساق بالساق إليك يا ربنا يا ربنا يوم الغساق اللهم ارحمنا إذا وزنا القرأ التراق مؤلقة القبور والأبواد والفضل إليه أهل والأحباب اللهم ارحمنا إذا طرقنا النعيم وانقطع النسيم وقيل من غرك بربك الكريم اللهم تفرقيها نبينا ومصفانا محمد صلى الله عليه وسلم واحسرها تحت لوائها يا رب العالمين واستها من يده شريفة شعبة هنيئة لا يضمع بعدها أبدا اللهم لقنها حجتها يا أرحم الراحمين اللهم لكنها حجتها يا أرحم الراحمين اللهم لكنها حجتها يا رب العالمين اللهم لكنها حجتها يا أكرم الأكرمين اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تطلنا بعدها واغتلنا ولها واجمعنا ما ها في جنات النعيم يا رب العالمين اللهم أنزل على أهلها الصبر والسلوان وارضوهم بحضائك يا رحم الراحم اللهم تكبطهم على الحول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين اللهم إن كانت محسنة فذر في إحسانها وإن كانت مسئة فتجاوز سيئاتها اللهم إن كانت محسنة فذر في إحسانها وإن كانت مسئة فتجاوز سيئاتها اللهم إن كانت مسئة فتجاوز سيئاتها اللهم افضل لها وارحمها واسكنها في الجنة اللهم افضل لها وارحمها واسكنها في الجنة اللهم افضل لها وارحمها واسكنها في الجنة اللهم جل قبرها روة نوريا في الجنة ولا تجل قبرها خفرة من خفر النار اللهم جل قبرها رولة من رياض الجنة ولا تجل قبرها حفرة من حفر النات اللهم جل قبرها رولة من رياض الجنة ولا تجل قبرها حفرة من حفر النات اللهم جل قبرها مدب صورها اللهم جل قبرها بالنور والسرور والفصحة اللهم جل قبرها بالنور والسرور والفصحة بشرها بقولك كنوا واشربوا هنيئا بما أسلقتم في الأيام الخالية اللهم إن كانت محسنة فزر في إحسانها وإن كانت مصرعة فتجاوزا سيئاتها اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم لقنها حجتها يا أرحم الراحمين اللهم لقنها حجتها يا أكرم الأكرمين اللهم لقنها حجتها يا أرحم الراحمين اللهم فر لها وارحمها وادخلها الجنة اللهم فر لها وارحمها وادخلها الجنة اللهم جل قبرها روة من رياض الجنة ولا تجل قبرها حفرة من حفر النار اللهم جل قبرها روة من رياض الجنة ولا تجل قبرها حفرة من حفر النار اللهم وسن قبرها مد بسرها اللهم وسن قبرها مد بسرها اللهم املي قبرها بالنور والسرور والفصحة بشرها بقولك كنوا واشربوا هنيئا بما أسلبتم في الأيام الخالية بشرها بقولك كنوا واشربوا هنيئا بما أسلبتم في الأيام الخالية بشرها بقول اللهم لقنها حجتها يا ارحم الراحمين اللهم لقنها حجتها يا رب العالمين اللهم لقنها حجتها يا اكرم الاجرمين اللهم طبتها بالقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت يا أرحم الراحمين اللهم فر لها وارحمها واسقلها في الجنة اللهم فر لها وارحمها واسقلها في الجنة واللهم جل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجل قبرها حفرة من حفر النار اللهم جل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجل قبرها حفرة من حفر النار اللهم جل قبرها حفرة من حفر النار اللهم واسق قبرها مدى بسرها اللهم اعطائق قبرها بالنور والسرور والفسحة اللهم امد قبرها بالنور والسرور والفصحة بشرها بقولك قلوا واشربوا هنيئا لما أسلبتم في الأيام الخالية اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم لقنها حجتها يا أرحم الراحمين اللهم لقنها حجتها يا رب العالمين اللهم لقنها حجتها يا أرحم الراحمين اللهم لقنها حجتها يا أرحم الراحمين اللهم لقنا حجتها يا رب العالمين اللهم ثبتها بالقول الثابت 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 اللهم لقنا حجتها يا رب العالمين اللهم لقنا حجتها يا رب العالمين اللهم لكنها حجتها يا رب العالمين اللهم اخفر لها وارحمها وادخلها الجنة اللهم جل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجل قبرها حفرة من حفر النار اللهم وصل قبرها مدب صريها اللهم امد قبرها بالنور والسرور والفصحة اللهم املي قبرها بالنور والسرور والفصحة اللهم تبتها بالقول الكابي اللهم جل قبرها روة من رياض الجنة ولا تجل قبرها غفرة من قفر النار اللهم وسل قبرها مدب سوريها اللهم وسل قبرها مدب سوريها اللهم وسل قبرها مدب سوريها اللهم ملي قبرها بالنور والسرور والفصحة اللهم ثبتها بالقول الثابت 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 اللهم لطنها حجتها يا أرحم الراحمين اللهم لطنها حجتها يا أرحم الراحمين اللهم لطنها حجتها يا أرحم الراحمين اللهم نغفر موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله أشهد وعلى آله أشهد وعلى الحمد لله أشهد المترجم شكرا